لو الحكاية فيها إنا ذيت الحمد لله الملك العلام الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام الحمد لله الذي أكرمنا فأحسن الإكرام وبعد فليلة القدر ليلة مباركة أنزل الله سبحانه وتعالى فيها الكرآن وخصها بمزيد من البركات والرحمات والنفحات لذا ينبغي على كل مسلم أن يجتهد في هذه الليلة المباركة اقتداء بنبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من الأيام وبما أن ليلة القدر فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر ليالي السنة ينبغي على المسلم أن يلتمس هذه الليلة وأن يجتهد فيها بالطاعات والكربات إلى رب الأرض والسماوات فيمكن للمسلم أن يجتهد في هذه الليلة بقيام الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك يستحب له أن يحيي هذه الليلة بقراءة القرآن فليلة القدر أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن وينبغي على المسلم كذلك أن يحيي هذه الليلة بكثرة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فقد سألت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر فماذا أقول فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يرزقنا إحياءها وأن يعتقنا من النار وأن يجعلنا عنده من المقبولين والحمد لله رب العالمين